وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل وأصحابي أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلكم تسألونني متى نضع العاسلة وكيف نضع العاسلة كما تشاهدون إخواني الكرام هذه الخلية متكونة من عشرة إطارات بالكامل مملوءة بالنحل وفيها تقريباً 8 إطارات حضانة وكما تشاهدون النحل يقوم ببناء زوائد شمعية فوق الإطارات فلذا هنا يمكننا أن نقوم بإضافة العاسلة لكن إخواني الكرام إذا وجدت بأن الخلية متكونة من عشرة إطارات وفيها تقريباً 4 إطارات حضانة أو 5 إطارات حضانة والباقي عسل والنحل يقوم ببناء زوائد شمعية كما تشاهدون هذه الزوائد فهنا يمكنك أن تضع العاسلة لكن إذ لم يقوم النحل ببناء زوائد شمعية ووجدت بأنه لا توجد حضانة كثيرة وجوجد العسل بكمية كبيرة فهنا أخي الكريم لا يمكنك أن تضع العاسلة فإذا وضعت العاسلة فهنا النحل لا يقوم ببناء الشمع الأساس فلذا أنصحكم إخواني الكرام إذا وجدت بأن النحل بكتافة كثيرة وفيه تقريباً 8 إطارات إلى 7 إطارات أو 8 إطارات حضانة مغلقة وباقي عسل والنحل يقوم ببناء زوائد شمعية فهنا قم برفع العاسلة هناك بعض الأخطاء يقعون فيها بعض النحلين وهو عندما يجدون بأن العشر إطارات مملوءة بالنحل يقومون بإضافة العاسلة مباشرة فهذا الأمر خطأ إخواني الكرام لماذا؟ لأنك إذا وضعت العاسلة ولا توجد حضانة كثيرة والنحل لا يقوم ببناء زوائد شمعية فربما النحل هنا يصعد إلى العاسلة ويقوم ببناء الشمع وتصعد الملكة إلى العاسلة ويهجر صندوق التربية فهنا أنت تجد بأن النحل يصعد إلى العاسلة والملكة تضع البيض في العاسلة فأنت هنا تقول بأن النحل قام بالتجيش فتقوم بإضافة العاسلة الثانية وهنا تحدث الكارثة فالنحل يصعد إلى العاسلة الثانية وإلى غير ذلك فأنا أنصحكم إخواني الكرام ولوجها الله إذا وجدت بأن النحل يقوم ببناء زوائد شمعية وتوجد حضانة كثيرة فهنا ضع العاسلة هذا ما في الأمر إخواني الكرام دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم